موسيقى صار سمير بنت رفية مكافحة من الإسماعيلية اخترت الطريق الصعب لكن بالعزيمة والتحدي والإصرار قدرت ترفع علم بلدها في المحافل الدولية والعالمية وفي باريس قدرت أن هي تجيب فضية عن جدارة واستحقاك وتبس فينا روح الأمل من جديد ورق كل بطل وبطل عظيمة عظماء كتير من المدربين والإداريين لكن العظمة الحقيقية بتبدأ من هنا من البيت والأهل والجيران عشان كده نزلنا مركز الهوانية الكبرى بمدينة القصصين محافظة الإسماعيلية عشان نبارك لكل أهل صار سمير والعيلة والجيران على الفضية اللي فرحت بيها كل المصريين إحنا بقلنا عبلها بيومين من التوتر ما فيش نوم طبعا ده غاية لما الحمد لله لعبة الماتشو وكنا على عصابنا كلنا وكل الحبايب متجمعين وكله بيتفرج وكله بيدعي والحمد لله يعني ربنا وفقه بصفتي عضو مجلس إدارة وأن أنا متابع اللعبة ولعبتنا لعبة رقمية صارة كانت متوقعين المنافسة يعني والمنافسة جامدة جدا والأبطال اللي معاها أقوية جدا وأنا واثق في صارة يعني فالحمد لله كان عندي أمل كبير إن إن شاء الله هتحقق حاجة هتحقق إيه بقى ديت كانت في علم الغيب يعني لكن الحمد لله خير الأمور الراسل طبعا إحنا البيت عندنا على طول في تواصل مع صارة يعني كل يوم أنا والدتها أخوتها دايما كده على طول بندعي لها وبندعمها ودايما موصلين لها ومعرفينها وهي عندها اليقين بدا إن إحنا مش فارق معنا قد سلامتها يعني صارة قدت كل اللي عليها وتحملت على نفسها كتير صارة كانت مصابة وهي في البطولة وكانت مصابة من حوالي سنة وكانت تعالجت كم شهر فترة طويلة جدا فإن هي توصل للمستوى ده في الوقت ده صارة كانت بتعاني جاند يعني ومع كده إن هي كان نفسها جي بالدهب وكانت بتعافر وبتجتهد قوي عشان تجي بالدهب